يلتقي ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابل الصباح حفظه الله ورعى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمعالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في المون يانج على هامش أعمال اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ونقل سمو حفظه الله لمعالي في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابل الصباح حفظه الله ورعاه وقدم سمو حفظه الله التهنئة لمعالي بمناسبة نيله ثقة المجتمع الدولي متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام أعماله الجديدة مؤكدا دعم دولة الكويت لجهوده بهدف التنسيق بين الدول الأعضاء بهدف حالة القضايا الموضوعية العديدة التي تطرح بشكل مستمر في اجتماعات الجمعية العامة ومن جانبه أعرب رئيس الجمعية العامة عن بالغ شكره وتقديره لدولة الكويت قيادة وشعبا على إسهاماتها البارزة ودعمها اللامحدود لمنظمة الأمم المتحدة والأجهزة الفنية التابعة لها كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ودور الأمم المتحدة في إرساء السلم والأمن الدوليين لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر لعام 2030 حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله علي اليحية وأكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البنائي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير عبدالعزيز الجار الله شكرا